بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في الجزء الثاني من قصيدة ابن الرومي الشمس الغاربة نرجو لكم متابعة مفيدة نبدأ بأهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يحدد الكلمات المهجورة وغير المستخدمة ومعانيها يستخلص الأفكار الرئيسة والفرعية في النص يقرأ النص قراءة تحليلية محتوى وأساليب للإجابة عن التدريبات تتذكرون أعزاء الطلاب أننا بدأنا في الدرس الماضي دراسة قصيدة ابن الرومي فعرفنا بالشاعر وتحدثنا عن مناسبة قصيدته ثم قرأنا القصيدة قراءة جهرية ثم وضحنا معاني بعض المفردات فيها واستخصنا الفكرة الرئيسة لكل مقطع ثم أجبنا عن بعض تدريبات الكتاب واليوم نتابع ما بدأناه فنستكمل حل تدريبات الكتاب المدرسي نبدأ بالسؤال الثالث في الصفحة التسعين استخرج من البيتين الآتيين كلمتين مهجورتين ثم هات مرادفا لكل منهما إذا رنقت شمس الأصير ونفضت على الأفق الغربي ورسا مذعذعا وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع من يستطيع أن يستخرج من هذين البيتين كلمتين مهجورتين ثم يعطينا مرادفهما في هذا العصر نعم أحسنتم من الكلمات المهجورة رنقت ومرادفها في هذا العصر قاربت الغروب ومن الكلمات المهجورة أيضا شول ومرادفها في هذا العصر نقص وكاد ينتهي السؤال الرابع في قصيدة ابن الرومي الكثير من الكلمات غير المستخدمة في اللغة العربية المعاصرة اختر كلمة من الكلمات المشروحة على هامش القصيدة تعتقد أنها مهجورة موظفا مهاراتك البحثية سنختار من تلك الكلمات المشروحة تشعشع والآن لاحظوا معي استعمالات هذه الكلمة نقول تشعشع الضوء انتشر خفيفا وتشعشع الشهر بقي منه قليل ولد شعشع خفيف الظل والروح شعشع الثريد ونحوه أكثر سمنة شعشع الشراب ونحوه مزجه بقليل من الماء السؤال الأول في الصفحة الواحدة والتسعين ما الغرض الرئيس من النص؟ ألف وصف جمال مشهد غروب الشمس باء وصف مشاعر الحنين إلى أيام الشباب جيم وصف منظر الرياض عند غروب الشمس دال وصف مشاعر الحزن من خلال مشهد الغروب لننتبه أعزاء الطلاب إلى أن المطلوب من هذا السؤال تحديد الغرض الرئيس من القصيدة ونقول هذا الكلام لأن الخيارات المعروضة أمامكم موجودة جميعها في النص والمطلوب أن نعرف أي هذه الخيارات يحدد الغرض الرئيس من النص من يستطيع الإجابة؟ نعم أحسنتم وصف مشاعر الحزن من خلال مشهد الغروب السؤال الثاني في الصفحة الواحدة والتسعين استنبط الفكرة الرئيسة للمقطع الأول في النص لعلكم تتذكرون أعزاء الطلاب أننا استنبطنا الفكرة الرئيسة لكل مقطع من مقاطع القصيدة في الجزء الأول من هذا الدرس وذكرنا هناك أن الفكرة الرئيسة للمقطع الأول هي حزن الشاعر وحنينه إلى أيام الشباب السؤال الثالث عبر عن فكرة كل بيت من الأبيات المحددة في الجدول الآتي البيت الثالث السابع الثامن الثالث عشر لنبدأ بالبيت الثالث يقول الشاعر في هذا البيت أحن فأستسقي لها الغيث مرة وأثني فأستسقي لها العين أدمع ما فكرة هذا البيت؟ نعم أحسنتم حنين الشاعر إلى أيام الشباب ويقول الشاعر في البيت السابع وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشع ما الفكرة هنا؟ نعم منظر الغروب بعين الشاعر في البيت الثامن ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرعا ما فكرة هذا البيت؟ نعم حزن النوار لرحيل الشمس وفي البيت الثالث عشر وقد ضربت في خضرة الروض صفرة من الشمس فاخضر خضرارا مشعشعة ما الفكرة هنا؟ أحسنتم لون الغروب يحيل خضرة الروض صفرة السؤال الرابع أخرج من القصيدة أربعة من الأساليب مبينة نوعها والغرض من توظيفها لنبدأ بالبيت الأول لاحظوا معي قول الشاعر بكيت فلم تترك لعينك مدمعة هذا الأسلوب خبري والغرض منه تقرير شدة حزن الشاعر على رحيل الشباب وفي البيت السابع وودعت الدنيا لتقضي نحبها هذا أسلوب خبري أيضا والغرض منه بيان سبب غياب الشمس وفي البيت الثامن وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرع هذا أسلوب خبري أيضا والغرض منه تأكيد حزن النوار على فراق الشمس أكمل عزيز الطالب الإجابة عن هذا السؤال السؤال الخامس من واقع فهمك النص بما تفسر ما يأتي ألف تبكير الشاعر قبل استيقاظ الطيور با غناء الطير في البيت الأخير يمكننا تفسير تبكير الشاعر قبل استيقاظ الطيور برغبته في إدراك الطير قبل خروجه للاستمتاع برؤياه وسماع شدوه أما غناء الطير في البيت الأخير فإنه يعود إلى جمال الطبيعة وروعة المنظر ويمكنكم أعزاء الطلاب أن تأتوا بتفسيرات أخرى من خلال فهمكم النص السؤال السادس أجاءت أبيات بن الرومي تعبيرا عن قضية ذاتية أم قضية إنسانية عامة؟ استدل من الأبيات على إجابتك ما رأيك عزيز الطالب؟ هل الحزن على انقضاء أيام الشباب قضية ذاتية أم إنسانية؟ نعم أحسنتم يمكننا أن نجيب عن هذا السؤال على النحو الآتي يتناول الشاعر قضية إنسانية عامة ولكنه رآها بعينه فالحزن على انقضاء الشباب قاسم مشترك لكل البشر والدليل أنه وظف كلا من ضمير المخاطب كما في قوله بكيت ولعينك وضمير المتكلمين لنا السؤال السابع في الصفحة الثانية والتسعين وودعت الدنيا لتقضي نحبها وشول باقي عمرها فتشعشعا عرف عن ابن الرومي أنه صاحب نظرة تشاؤمية هل ورد في البيت السابق ما يوحي بذلك؟ وضح بالدليل ما رأيكم أعزاء الطلاب؟ هل تجدون نظرة تشاؤمية للحياة من خلال البيت السابق؟ في الحقيقة نعم فقد رأى غروب الشمس مصرعا لها وموتى والدليل في قوله ودعت الدنيا لتقضي نحبها شول عمرها أكان ابن الرومي محقا في نظرته للحياة بصفة عامة؟ أم أنك تراه مخطئا في تلك النظرة؟ اشرح وجهة نظرك نترك لكم أعزاء الطلاب الإجابة عن هذا السؤال السؤال الثامن كثيرا ما مثلت الطبيعة مصدر إلهام للشعراء في العصر العباسي وقد ظهر شيء من ذلك في قصيدة الشمس الغاربة وضح ذلك ثم هات من النص كلمات تنتمي إلى حقلي الطبيعة الصامتة والطبيعة المتحركة ثم ضعها في الجدول لنبدأ أولا بشرح وتوضيح هذا الكلام يعد الطبيعة مصدر إلهام دائما للشعراء ينهلون منه يشخصونها ويرون فيها أنفسهم إما طربا وسعادة وإما حزنا وتشاؤما كحال الشاعر في هذه الأبيات التي رأى فيها شبابه المنصرم في صورة الشمس الغاربة التي تودع الدنيا في مشهد حزين والآن لننتقل إلى الجدول من الكلمات التي تنتمي إلى الطبيعة الصامتة الأرض والنور ومن الكلمات التي تنتمي إلى الطبيعة المتحركة الغيث والطير ويمكنكم أعزاء الطلاب أن تكملوا الجدول بكلمات أخرى وفق المطلوب إلى أن نلقاكم أعزاء الطلاب في الجزء الثالث من درس الشمس الغاربة لكم منا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله